شمسنا نجم متوسط الحجم ومع ذلك حجمه أكبر من كوكبنا بمليون وثلاثمائة ألف مرة هذا النجم أيضا أثقل ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ألف مرة من كوكبنا ترجمت وكالة ناسا موجات الراديو للأغلفة الجوية للكواكب المختلفة إلى أصوات مسموعة وهكذا اكتشف علماء الفلك أن أصوات كوكب نيبتون تشبه أمواج المحيط وأصوات كوكب المشتري مثل الأصوات تحت المياه وصوت كوكب زحل يشبه الموسيقى التصويري لفيلم رعب وهنا على كوكب الأرض يسود صوت موسيقى الجهاز لقد اختلقت هذا الأمر سطح الشمس حارق لكن صاعقة البرق أعلى حرارة خمس مرات تتعرض الأرض لمئة صاعقة برق كل ثانية مما يسفر عن ثماني ملايين صاعقة برق يوميا وحوالي ثلاث مليار صاعقة سنويا هذا صادم إذا تمكنت من الذهاب إلى القمر يوما ما ورأيت آثار أقدام حديثة لا يعني ذلك وجود شخص آخر معك هناك قد تستمر آثار الأقدام أو أي علامات مماثلة لمليون عام على سطح القمر بسبب عدم وجود غلاف جوي لا توجد رياح ولا حتى نسمة هواء تمحو تلك الآثار ببطء عثر علماء الفلك على أكبر ثقب رأيناه في الكون إنه الفراغ العملاق الذي يمتد لمليار سنة ضوية لقد عثروا عليه بالصدفة كان أحد أفراد الفريق البحثي يشعر بالملل قليلا فأراد أن يتحقق مما يحدث في اتجاه البقعة الباردة وهي شذوذ في إشعاع الخلفية الكونية المايكرووي وهو عبارة عن وهج خافت من الضوء يسقط على كوكبنا من اتجاهات مختلفة ويملأ الكون كان يتدفق عبر الفضاء لما يقرب من أربعة عشر مليار عام مثل الشفق الذي حدث بعد الانفجار العظيم والآن تسقط مباشرة في قلب ثقب أسود وتستعد لنهاية حزينة لكنك لست مضطرا لذلك السقوط في الثقب الأسود لا يعني تدميرك أو تدمير سفينتك الفضائية بالضرورة عليك اختيار ثقب أسود أكبر للنجاة إذا سقط في ثقب أسود صغير سيكون أفق الحدث ضيقا للغاية وستزداد الجاذبية كلما سقط للأسفل لذا إذا مددت ذراعك للأمام ستكون الجاذبية على أصابعك أقوى بكثير مما على مرفقك سيجعل ذلك يدك أطول وستشعر بقليل من عدم الارتياح أو كثير من عدم الارتياح لأكون صادقا ستتغير الأمور إذا سقط في ثقب أسود فائق الضخامة مثل الموجود في مركز المجرة سيكون أثقل من الشمس بملايين المرات سيكون أفق الحدث عريضا ولا تتغير الجاذبية بسرعة لذا ستشعر بالمقدار نفسه من القوة تقريبا عند عقبيك ورأسك وستتمكن من قطع الطريق كاملا إلى قلب الثقب الأسود تم كشف حقيقة هذه الخرافة إذا شاهدت فيلما مؤثرا في الفضاء وبدأت في البكاء لن تسقط دموعك للأسفل بل ستتجمع حول عينيك ستصبح عينك جافتين للغاية وستشعر بأنهما تحترقان سوف تتبخر أي سوائل تخرج من جسدك بما في ذلك سطح لسانك بالحديث عن الحروب لا يمكن إشعال حرائق أو نيران في الفضاء تنتشر النيران عندما يتدفق الأكسجين وبسبب عدم وجود أكسجين في الفضاء تعرفون ما سيحدث بمجرد انفجارها من غير المفترض أن تعود النجوم إلى الحياة لكن بعض النجوم نجد بشكل ما من انفجار المستعر الأعظم تلك النجوم الزومبي نادرة جدا عثر العلماء على نجم كبير منها أطلقوا عليه اسم البي أربعين ثلاثمائة وخمسة وستين وهو قزم أبيض محترق جزئيا القزم الأبيض عبارة عن نجم أحرق كل الهايدروجين الذي كان يمثل في السابق وقوده النووي في هذه الحالة ربما كان الانفجار الأخير أضعف مما هو عليه في العادة ولم يكن قويا بما يكفي لتدمير النجم بأكمله الأمر أشبه بنجم يرغب في الانفجار لكنه لم يتمكن من ذلك ولهذا السبب يظل جزء منه على قيد الحياة إذا سبق لك الذهاب إلى الفضاء لا تخلع بدلة الفضاء إلا في السفينة الفضائية سوف يتمدد الهواء داخل رئتيك وكذلك الأكسجين في بقية جسدك ستكون مثل البالون ضعف حجمك العادي الأمر الجيد هو أن الجلد مرن بما يكفي لتظل قطعة واحدة دون أن تنفجر إنها حقيقة مريحة بعض الشيء عندما يدخل شيء ما في ثقب أسود سوف يتغير شكله ويتمدد مثل السباكيتي يحدث ذلك بسبب محاولة قوة الجاذبية دفع الجسم للتمدد في اتجاه واحد واعتصاره في اتجاه آخر في الوقت نفسه مثل المعكرونة نتحدث هنا عن ثقب أسود كبير مثل ذرة واحدة بكتلة جبل كبير يوجد ثقب أسود بتلك المواصفات بالفعل في وسط مجرة ضرب التبانة اسمه الرامي ألف كتلته تعادل كتلة مليار شمس لكن لحسن الحظ أنه بعيد عن نال الغاية إذا صنعت انفجارا كبيرا على كويكب لن تتمكن من سماع صوته صاخب نعم غالبا ما نسمع أصوات المركبات الفضائية والمعارك الفضائية في الأفلام لكنها مجرد خرافة الصوت عبارة عن موجات تنتشر بسبب اهتزاز الجزيات عندما يصفق شخص على بعد أمتار قليلة منك تبدأ موجات صوتي في دفع جزيات الهواء الأولى بجوار يد الشخص ثم الجزيات الثانية والثالثة وهكذا حتى تصل إلى أذنيك لذا من أجل انتشار موجات صوت نحتاج إلى جزيات مثل الموجودة في الهواء أو المياه في غلافنا الجوي تنتقل موجات صوت جيدا لكن الفضاء عبارة عن فراغ لذا لا يوجد أي شيء يمكنك التصفيق بيديك بأعلى صوت هناك لكن لا توجد أي جزيات تهتز وتنقل موجات صوت لذا من أجل إجراء محادثة ستحتاج إلى جهاز راديو أو مهارات خاصة في قراءة حركة شفتين تدور النيازك حول الشمس بينما تدور غالبية المخلفات البشرية حول كوكبنا على سبيل المثال نطلق حوالي تسع آلاف سفينة فضائية حول العالم من الأقمار الصناعية إلى الصواريخ حتى أصغر الأجزاء قد تتسبب في تدمير سفن الفضائية عندما تنطلق بسرعة عالية يمكننا أن نرى المجارات والكواكب والمذنبات والكويكبات والنجوم والأجسام الفضائية في الفضاء لكنها تمثل أقل من خمسة في المئة من الكون نطلق مصطلح المادة المظلمة أحد أكبر الألغاز الغامضة للفضاء على كل الكتل الكونية التي تظل غير مرئية بالنسبة لنا ويوجد الكثير منها وقد تمثل حوالي خمسة وعشرين في المئة من الكون الطاقة المظلمة تمثل سبعين في المئة أخرى من الكون هل يجعل هذا المجموع مئة في المئة؟ والآن انظر إلى القمر دائما ما ينظر إلينا من جانب واحد ويعني هذا وجود جانب مظلم للقمر لا تصل إليه أشعة الشمس أبدا إنها خرافة الفكرة أن القمر ينجذب إلى الأرض مع وجود نهار وليل أيضا ويتوافق هذا الدوران بشكل مثالي مع دوران الأرض لذا عندما ننظر إلى القمر لا نرى إلا جانبا واحدا منه لكن في بعض الأحيان تشرق الشمس على الجانب الآخر أيضا فلا يوجد جانب مظلم للقمر بل جانب بعيد بل ولدينا صور لهذا المكان وتوجد به إحدى أكبر الفوهات في مجموعتنا الشمسية بالكامل فوهة حوض آيتكين بالقطب الجنوبي للقمر وهي بحجم ولاية تكساس الأمريكية مرتين إحدى الخرافات التي تبين أنها غير حقيقية هي عدم وصول البشر قط إلى القمر هذه بدلة الفضاء الأصلية لأول رائد فضاء هبط على القمر انظروا إلى نعل حذائه يزعم البعض أنه من المستحيل أن يترك هذا النعل أثار الأقدام الموضحة هناك في الواقع هذا ممكن على القمر يرتدي رواد الفضاء أحذية إضافية على بدلاتهم وتتطابق نعلها مع أثار الأقدام الموجودة على القمر بشكل مثالي لم يحتج رواد الفضاء إلى تلك الأحذية الإضافية عند مغادرة القمر وتخلصوا منها عندما انتهت مهمتهم على سطح القمر وقد تركوا الكثير من الأشياء الأخرى أيضاً حتى أنهم تخلصوا من مساند الذراع بمقاعدهم في المركبة القمرية لتقليص الوزن والآن عند حساب كل بعثات أبولو إلى القمر يبلغ إجمالي المخلفات على القمر حوالي 187 طن بما في ذلك العديد من المركبات القمرية المتجولة ومخلفات السفون الفضائية وست مركبات قمرية وكل أدوات التجارب التي تركوها وراءهم مما يعادل ثلاث طائرات بوينغ 737 الخرافة الأخرى عن الشمس أنها صفراء اللون سوف نرسلك إلى الفضاء للتحقق تنظر من النافذات و إنها بيضاء لا تظهر الشمس لدينا باللون الأصفر إلا بسبب غلافنا الجوي تعمل مكونات الهواء وسمكها على تشوه ضوء النجوم لكن النجوم مختلفة الألوان بالفعل تميل النجوم الباردة إلى البرتقالي الصاطع والأحمر وعادة ما تكون النجوما قديمة جدا أقدم من شمسنا لكن النجوم الأحدثة وشديدة الحرارة تكون زرقاء ساطعة أما شمسنا فهي في وسط هذا الطيف اللوني وإليكم خرافة أخرى عن الكويكبات نحتاج إلى السفر إلى مسافة أبعد قليلا من مدار المريخ نحن الآن في حزام الكويكبات وعلينا تفادي الصخور العملاقة والكتل الثلجية باستمرار لقد دخلنا في غيمة كثيفة من الكويكبات غير صحية الحقيقة هي أن الفضاء ضخم وشاسع للغاية والمسافات هائلة جميع الصخور والكتل الموجودة في حزام الكويكبات لا تمثل سوى 4% من وزن القمر لذا لا يوجد الكثير منها هناك بالفعل لفهم أبعاد الفراغ في الفضاء انظر إلى تصادم مجرتين توجد مليارات النجوم في كل مجرة إذا خلطناها معا من غير المرجح أن يحدث أي تصادم فيما بينها